دلوقتي تعالوا مع حضراتكم نروح لزامنا العزيز محمود جميل ونتابع معا تطورات وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة نصبح على محمود صباح الفول عليك يا محمود تفضل صباح الخير عليك يا محمد وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان الحقيقة آخر التطورات الميدانية لأن المساعدات الإنسانية لم يتغير الوضع كثيرا لدى الجانب الإسرائيلي احنا بقلنا لليوم التالت على التوالي في قلة في عدد دخول المساعدات لمنفس كرب أبو سالم وطبعا السبب الرئيسي في هذا الأمر هو الجانب الإسرائيلي اللي لازال بيواصل الإجراءات التعصفية اللي بتمنع دخول المساعدات الإنسانية يعتبر من بداية أول أيام عيد الأطحى المبارك المعبر أو منفس كرب أبو سالم استقبل شاحنات أول يوم العيد فقط بنتكلم عن 100 شاحنة وتم عودة 19 شاحنة بالإضافة إلى أربع شاحنات وقود بنتكلم على أنه تاني يوم العيد لم يدخل أي شاحنات سواء مساعدات إنسانية أو وقود تالت يوم العيد إمبارح ما فيش أي مساعدات أيضا دخلت غير أربع شاحنات للغاز وكانت مصر مجهزة 8 شاحنات للوقود أربع شاحنات للغاز وأربع شاحنات للسولار لكن إمبارح دخل أربع شاحنات للغاز فقط ولم يستقبل منفس كرب أبو سالم أي شاحنات أخرى النهاردة والحد اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دخل 13 شاحنة للمساعدات الإنسانية و12 شاحنة للوقود ما بين الغاز والسولار طبعا الرقم قليل جدا في مقارنة بالشاحنات اللي بتجهزها مصر يوميا ألاف الشاحنات ويمكن يعني حضراتكم شايفين الصورة من خلف عدد الشاحنات اللي على يميني وعلى يساري ويمكن الشاحنات اللي أنا شايفها على مرمى البصر في منطقة قريبة من مطار العريش ده غير طبعا الشاحنات اللي موجودة أمام ساحة معبر رفح البري واللي بتجهزها مصر يوميا أسباب المنع أو أسباب قلة بدخول المساعدات لدى الجانب الإسرائيلي أول سبب طبعا هو الإجراء المتواصل والمتعمد من جانب الاحتلال الإسرائيلي لدى منفس كرب أبو سالم في دخول أكبر عدد من المساعدات لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة السبب الثاني هو طبعا استمرار العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ويمكن مبارح كان فيه يعني أعمال القصف مستمرة على مناطق مختلفة منها حي تل السلطان ومنها مخيم النصيرات والمناطق الغربية لكن كمان العمليات العسكرية الشرقية اللي شرق مدينة رفح الفلسطينية دي بتكون قريبة من منفس كرب أبو سالم فبالتالي ده بيأثر بالسلب طبعا على تأمين المساعدات وخلينا أقولك أن القصف كمان طال مجموعات تأمين المساعدات اللي بتروح من رفح الفلسطينية لقطاع غزة والخارجية الأمريكية أشارت إلى هذا الأمر بأنها بتعمل مع الحكومة الإسرائيلية في مسألة تأمين عمال الإغاثة وتأمين المساعدات في خروجهم ودخولهم من وإلى غزة عبر منفس كرب أبو سالم السبب التالت كمان هو المظاهرات مظاهرات المستوطنين الإسرائيليين أمام الشحنات المساعدات وده اللي أشارت لي الخارجية الأمريكية أنه في مشاكل كبيرة بتواجه المساعدات الإنسانية منها مظاهرات المستوطنين اللي بتمنع دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية فلازال الاحتلال الإسرائيلي بيواصل كل هذا التعنت وبالتأكيد الأزمات الكارثية والإنسانية اللي بتتفاقم بسبب قل الدخول المساعدات بيتحملها بالكامل الجانب الإسرائيلي وده طبعا اللي أكد عليه سيطة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطريقة لغزة في المملكة الأردنية الهاشمية وأكد أن الجانب الإسرائيلي يتحمل كل الكوارث الإنسانية اللي بتقع على الجانب الفلسطيني لأن من ناحية مصر مصر بتجهز مئات الشحنات يوميا من ضمن ألاف الشحنات المترصة والموجودة في مدينة العريش أو في معبر رفح البري وخلينا أقول لك كمان من ضمن الجهود المصرية أنه إمبارح وتأوداء كل يوم بيكون موجود الأطقم الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بيكونوا متواجدين داخل بوابة معبر رفح من الجانب المصري وسيارات الإسعاف موجودة هم على أتم استعداد في حال فتح المعبر من الجانب الفلسطيني في أي لحظة هيتم استعادة الخدمات مرة أخرى ومصر هتستكمل جهدها في تقديم الخدمة الصحية والعلاجية في استقبال عشرات المصابين والجرحة من قطاع غزة خاصة أن في عدد كبير جدا من المرضى والمصابين محتاجين للإجلاء الفوري من داخل قطاع غزة وده اللي أشار لي ممثل منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة بأن هناك حوالي عشر تلاف حالة مرضية بتحتاج إلى الإجلاء الفوري للعلاج خارج القطاع وجدت كمان المطالبة بضرورة فتح بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني أو أنه يكون فيه آلية لنقل المرضى والمصابين لعلاجهم خارج القطاع وهنا طبعا بتأتي أهمية معبر رفح في استقبال الجرحة والمصابين وكمان يعني قبل ما يتم إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني احنا بنتكلم على مرور أكتر من 40 يوم في إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني بسبب طبعا تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي هذا الأمر كمان الحكومة أو الخارجية الأمريكية أكدت أنها بتعمل مع حكومتين مصر وإسرائيل فيما يتعلق بإعادة معبر رفح مرة أخرى للعمل لكن هنا بنأكد أن مصر متمسكة تماما بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يعود ويعمل معبر رفح بشكل كامل وخلينا أقولك أن كمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتدمير صالة المغادرة في معبر رفح من الجانب الفلسطيني وبعض المرافق الخاصة به وده بيتنافى تماما مع ما قالته إحدى الصحف العبرية في مايو الماضي بأن الحكومة الإسرائيلية أكدت للحكومة الأمريكية أنها لن تتعرض للمرافق والصلاة الخاصة بمعبر رفح ولكن ده لم يحدث وتم تدمير صالة المغادرة في معبر رفح خلينا أقولك كمان أنه من وقت ما تم الإعلان عن الهدنة التكتيكية أول أيام عيد الأطحى المبارك الجيش الإسرائيلي أعلن عن هدنة تكتيكية لتوقف جزئي للعمليات العسكرية لتسمح بدخول المساعدات الإنسانية لكن ده طبعا يتنافى مع أرض الواقع تماما وكأن الهدنة التكتيكية دي لوقف المساعدات الإنسانية واستمرار العمليات العسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية لأنه من مبارح لحد النهاردة في قصف على مناطق كتير جدا في مدينة رفح الفلسطينية خاصة المخيم النصيرات وحي تل السلطان وكان فيه عدد كبير من الشهداء والمصابين هاختم معاك بأن النهاردة طبعا الشاحنات اللي داخلت احنا بنتكلم على 12 شاحنة وقود لكن لسه هنشوف طبعا في الساعات القادمة هل الجانب الإسرائيلي هيتقبل كل هذه الشاحنات ولا فيه شاحنات هتعود كما هي محملة بالمواد البترولية وكمان شاحنات المساعدات هل هتدخل كاملة ولا هترجع ببعض المساعدات اللي فيها خاصة أن طبعا قطاع غزة في حاجة كبيرة جدا وماسة للمواد الجزائية والمساعدات الإنسانية خاصة الإمدادات الطبية نظرا لتدهور الأوضاع الصحية والمؤسسات الصحية داخل قطاع غزة لكن مصر بتقوم بمجهود كبير جدا مصر لم تتوقف في تجهيز المساعدات الإنسانية وتجهيز الأطقم الطبية لاستقبال عشرات البصابين والجرحى الفلسطينيين في حال عودة عمل معبر رفح من الجانب الفلسطيني مرة أخرى دي الصورة وبرجع لك في الستوديو مرة تانية محمد جميل وفيت الصورة بكل أبعادها وكل جوانبها محمود جميل موفد القناة الأولى من العريش تطورات المشهد على الأرض وكمان محمود قال لنا بعض التطورات الخاصة بالمشهد السياسي نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع مرة تانية وآخر فقراتنا في